إذا بحثت عن أوفى صديق وأكرم رفيق فلن تجد مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر القرشي التيمي كان تاجرا ناجحا وكان من أعلى من ناس بأنساب العرب محببا في قومه يتحلى بالخلق الحسن والعشرة الطيبة قالت عائشة رضي الله عنها حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية وهو أول من أسلم من الرجال ثم صار داعية إلى الإسلام فأسلم على يديه جمع من كبار الصحابة منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين أراد بعض الكفار أن يشككه في النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر برحلة الإسراء فقال الصديق إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة وهو خير الصحابة على الإطلاق قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخير أي نفضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان وفي رواية له كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعبل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة ونصره بنفسه وماله فمدحه ربه بقوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كثروا ثاني ثمين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بذل ما له كله في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقمع المرت الدين وثبت الله به المؤمنين وقاتل مانع الزكاة وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها توفي الصديق رضي الله عنه ليلة الثلاثاء في جماد الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته فرضي الله عنه وأرضاه